اشتركوا في القناة فاستجاب الله عز وجل ليوسف عليه السلام وصرف عنه كيدا نسوة إما بأنه أدخل اليأس في نفوسهن بعدم استجابته لهن أو بجعل النساء أنفسهن لا يشعرن بفتنة جمال يوسف وإنما يشعرن بمهابته ووقاره وها هو يوسف عليه السلام يدخل السجن رغم ظهور براءة يوسف عليه السلام واعتراف امرأة العزيز أمام النسوة أنها هي التي راودته عن نفسه وأنه استعصم ورفض أن يفعل أي شيء يغضب الله جل وعلا إلا إن الخبر كان قد انتشر في المدينة كلها وكان لابد من فعل أي شيء حتى ينسى الناس هذه القصة وحتى يحافظ عزيز مصر ومرأته على المظهر الاجتماعي اللائق بهما وهكذا حال أصحاب البيوت الراقية إذا عجزوا عن صيانة بيوتهم ونسائهم فليس هناك أسهل عندهم من سجن إنسان بريء حتى يقول للناس إنه هو المتهم وهو الذي كان يراودها عن نفسها وبالفعل صدر الأمر الظالم بسجن يوسف عليه السلام بلا ذنب سوى أنه رفض أن يفعل الفاحشة ولم يصدر الأمر بالسجن لمدة معلومة بل صدر الأمر بسجنه حتى حين أي لمدة غير معلومة وهذا هو أصعب أنواع السجن أن يدخل البريء السجن وهو لا يدري متى يخرج منه ورغم كل ذلك دخل يوسف عليه السلام السجن وهو هادئ النفس مطمئن لقدر الله عز وجل موقن به مؤمن محتسب لأنه نجى من مراودة امرأة العزيز ونسوة المدينة فهو القائل رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ولما دخل يوسف عليه السلام السجن دخل معه السجن فتيان فقال أحدهما ليوسف عليه السلام إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبازا تأكل الطير منه وطلب منه تأويل رؤياهما فقال لهم عليه السلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما أي لا يأتيكما شيء من الطعام إلا أخبرتكما ببيان حقيقته وماهيته وكيفيته قبل أن يصل إليكما وأخبرهما بمعجزاته ومنها معرفات الغيبيات توطئة لدعائهما أو لدعوتهما إلى الإيمان وذكر عليه السلام ما هو عليه من الدين الحنيف الذي هو دين الرسل والأنبياء وأخبرهم بفساد ما عليه قوم الفتيين من عبادة الأصنام ودعاهما إلى الدين الحنيف ثم بعد ذلك بدأ يؤول لهم الرؤيا فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي يا صاحبي في السجن أما الذي رأى أنه يعصر خمرا فسيخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمر وأما الآخر الذي رأى على رأسه الخبز فيقتل ويعلق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه ولما علم يوسف عليه السلام أن الساقي سينجو طلب منه أن يذكر قصته عند الملك لعله يخلصه من الظلم الذي وقع عليه لكن الرجل مع أنه وعد يوسف عليه السلام بأن يذكره عند الملك إلا أنه نسي ذلك لما خرج ولما عاش في جو القصور والرفاهية وانشغل بالحياة ولم يذكر قصة يوسف عليه السلام عند الملك كما وعده فكانت النتيجة أن لبث يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين ولما أراد الله عز وجل الفرج عن يوسف وإخراجه من السجن رأى ملك مصر رؤية عجيبة أفزعته في منامه فجمع السحرة والكهنة والمنجمين وعلية القوم وأخبرهم بما رأى في منامه وسألهم عن تأويلها فأعجزهم الله عز وجل جميعا ليكون ذلك سببا في خلاص يوسف عليه السلام من السجن فقد رأى الملك كأنه على حافة نهر وكأنه قد خرج منه سبع بقارات سمان فجعلنا يرتعن في روضة هناك فخرجت سبع هزال ضعاف من ذلك النهر فرتعن معهن ثم ملن عليهن فأكلنهن فاستيقظ الملك مذعورا ثم نام مرة أخرى فرأى سبع سنبلات خضر في قصبة واحدة وإذا سبعة أخرى دقاق يابسات فأكلنهن فاستيقظ الملك مذعورا أيضا وطلب الملك تأويل رؤياه فعجز الملأ من حاشيته ومن الكهنة والسحرة عن تأويلها وأحس أنها تشير إلى سوء لم يريد أن يواجه به الملك وذلك على طريقة رجال الحاشية في إظهار كل ما يسر الحكام وإخفاء ما يزعجهم فقالوا للملك إنها أضغاث أحلام أي مجرد أخلاط أحلام مضطربة أيها الملك وليست رؤية كاملة تحتمل التأويل فعند ذلك تذكر الناجي منهما الذي وصاه يوسف عليه السلام بأن يذكره عند ربه فنسيه إلى حينه هذا وذلك عن تقدير الله عز وجل وله الحكمة في ذلك فقال هذا الرجل الملك وحاشيته قال الله تعالى وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أي أنا أخبركم بتفسير هذه الرؤية ممن عنده علم بتأويل الرؤية فأرسلوني إليه لآتيكم بتأويلها وتفسيرها فأرسلوه إلى يوسف فانطلق الساق إلى السجن ودخل على يوسف عليه السلام وقال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون أي لأرجع إلى الملك وأصحابه وأخبرهم بها ليعلموا فضلك وعلمك ويخلصوك من محنتك ولما سئل يوسف عليه السلام عن تفسير رؤية الملك لم يشترط عليهم أن يخرجوه من السجن أولا بل ولم يعاتب ساقي الملك الذي نسيه منذ سنوات عندما طلب منه يوسف عليه السلام أن يذكر قصته للملك ليخلصه من الظلم الذي وقع عليه بل قال له تفسير الرؤية مباشرة قائلا ما قاله الله تعالى في سورة يوسف فقال له تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون لقد وضع لهم يوسف عليه السلام بفضل الله ومنته خطة حكيمة لمدة خمس عشرة سنة فأخبرهم أن مصر سيأتي عليها سبع سنوات مخصبة فعليهم أن يكثروا فيها من الزرع وأن يبلغوا أعلى طاقة إنتاجية وأخبرهم أن بعد هذه السنوات الخصبة ستأتي عليهم سبع سنوات مجدبة فيها قحطة فعليهم أن يتركوا كل ما زرعوه في السنابل حتى لا يسوس ولا يأخذوا إلا على قدر ما يأكلون أو يزرعون وبذلك ينفعهم المخزون الذي كان في السبع السنوات المخصبة في السبع سنوات المجدبة فعاد الساقي إلى الملك فأخبره بما قال يوسف عليه السلام فدهش الملك دهشة شديدة فطلبه فورا وأصدر الملك أمره بإخراج يوسف عليه السلام من السجن وإحضاره فورا إليه فذهب رسول الملك إلى السجن ولا نعرف إن كان هو الساقي الذي جاءه أول مرة أم إنه شخصية رفيعة مكلفة بهذه الشؤون فذهب إليه في سجنه ورجى منه أن يخرج للقاء الملك فهو يطلبه الآن فورا على عجل فرفض يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن إلا إذا ثبتت براءته أولا قال الله تعالى وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم وبدأ الملك يبحث عن الحقيقة بنفسه فهذا أمر لم يعلمه من قبل فسأل النسوة قائلا قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه فسأل الملك عن القصة ليكون على بينة من الأمر وظروفه قبل أن يبدأ التحقيق لذلك جاء سؤاله دقيقا للنساء فاعترفت النسوة بالحقيقة التي يصعب إنكارها أمام الملك قائلين قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء وهنا قامت امرأة العزيز في لحظة صدق لتقول كلمة الحق ولتشهد ببراءة يوسف عليه السلام قال الله تعالى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ويصدر الأمر الملكي بالإفراج عن يوسف عليه السلام على الفور بعد أن تبين للملك براءة يوسف كذلك تبينت له كرامته وإباؤه وأنه لا يتهافت على الخروج من السجن ولا يتهافت على لقاء الملك وأي ملك؟ ملك مصر ولكن يقف وقفة الرجل الكريم المتهم في سمعته المسجون ظلما يطلب رفع الاتهام عن سمعته وأن تبرأ ساحته وصورته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله قبل أن يطلب الحظوة عند الملك فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فولاه ملك مصر الريان ابن الوليد الوزارة مكان عزيز مصر وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام ومرت الأيام وسنوات الرخاء السبع التي أخبر عنها يوسف عليه السلام وجاءت سنوات المجاعة وكان يوسف عليه السلام هو الذي يشرف على إطعام شعب مصر بل وكل شعوب المنطقة العربية من حولهم وجاء الناس إلى يوسف من سائر البلاد ليأخذوا طعاما لأهليهم وأقاربهم وكان من جملة من جاء إخوة يوسف عليه السلام فلقد وصلت المجاعة إلى أرض فلسطين في الشام حيث يعيش يعقوب عليه السلام وأبناؤه وكان يوسف عليه السلام يعطي كل فرض حمل بعير حتى لا يكون هناك أي احتكار للطعام وبذلك يستطيع أن يوفر الغذاء الكافي لكل فرض في الوطن فلما جاء أخوة يوسف عليه السلام عرف يوسف إخوته على الفور ولكنهم لم يعرفوه وذلك لأنهم لما ألقوه في البئر كان غلاما صغيرا ولذلك فقد تغيرت ملامحه أما هم فقد كانوا كبارا فلم تتغير ملامحهم إلا قليلا ولذلك عرفهم وأيضا فإنهم لا يتخيلون أبدا أن عزيز مصر هذا الذي يطعم الشرق الأوسط كله هو أخوهم يوسف الذي ألقوه زمان في الجب فلما عرفهم يوسف عليه السلام بدأ يحاورهم فقال لهم ما الذي جاء بكم إلى بلادي قالوا جئنا من أجل الطعام فقال لهم لعلكم جواسيس جئتم للتجسس على بلادي قالوا له لا والله ما نحن بجواسيس قال لهم من أين أنتم قالوا من بلاد كنعان من أرض فلسطين وأبونا يعقوب نبي الله قال وله أولاد غيركم قالوا نعم كنا اثني عشر أخا فمات أصغرنا في البرية وكان أحبنا إلى أبينا وبقي شقيقه بن يامين وهو مع أبيه لأنه لا يستطيع أن يصبر على فراقه فجئنا ببعيره بدلا منه حتى تملأه لنا طعاما قال يوسف كيف أتأكد من أنكم صادقون قالوا أطلب ما شئت حتى تتأكد من أننا صادقون فقال يوسف لا بد أن تأتوني بأخيكم بن يامين في المرة القادمة إن كنتم صادقين فإن لم تأتوني به فلن أعطيكم أي طعام ولا تقرب بلادي مرة أخرى قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون أي سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده ونجتهد في طلبه منه وإنا لفاعلون ذلك فأعطاهم يوسف عليه السلام كيلهم وزادهم وأكرمهم وأمرهم أن ينصرفوا فانصرفوا أما يوسف عليه السلام فقد أمر غلمانه أن يدس البضاعة التي حضر بها أخوته ليستبدل بها القمح والعلف وقد تكون خليطا من نقد ومن غلات صحراوية أخرى من غلات الشجر الصحراوي ومن الجلود والشعر وسواها مما كان يستخدم في التبادل في الأسواق فأمر يوسف عليه السلام غلمانه بدس هذه البضاعة في رحالهم لعلهم يعرفون حين يرجعون أنها بضاعتهم التي جاءوا بها وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم قال تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فرد عليهم أبوهم قائلا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أي كيف آمنكم على بن يمين وقد فعلتم بأخيه يوسف من قبل ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه ثم خنتم العهد فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه من قبل فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أثق بحفظ الله فالله خير حافظه ولما فتح أخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم قد ردت إليهم فقالوا لأبيهم يا أبانا نريد بعد هذا فهذه بضاعتنا قد ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل فأرسل معنا أخانا لنأتي بالطعام لأهلنا ونزداد كيل بعير فخاف يعقوب عليه السلام على ابنه بن يمين وقال لهم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وها هو يخشى عليهم من الحسد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وإلى هنا نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من قصة يوسف عليه السلام وإلى لقاء آخر إن شاء الله في تكملة القصة وحوار يوسف عليه السلام مع إخوته وماذا فعل معهم وكيف عرف سيدنا يعقوب عليه السلام بخبر يوسف عليه السلام وكيف رد الله عز وجل إليه بصرة انتظرون في الحلقة القادمة إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم وقوفا عند حدودك اللهم حياتنا على الإيمان والعمل الصالح على توحيدك وسنة نبيك على ما تحب وترضى وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين